the linear function the function f of x equals ax plus b where a and b belong to r a not equal 0 is called a linear function of first degree يبقى الانيار فونكشن اي هي؟ هي بولونوميال فونكشن from first degree يبقى لو كانت الفونكشن القدامي from first degree يعني اعلى باور عندي هو باور 1 ساعتها الفونكشن دي قادر اسميها linear function ازاي قادر اعمل representation للانيار فونكشن واضح انه من اسمها ان الجراف هيتلع عندي على شكل line لو قال لي represent graphically f of x equals x plus 2 هنا example لو كانت الفونكشن هنا بx plus 2 ال-x هنا باور 1 يعني first degree تبقى linear function يبقى لازم الجراف عندي اللي هيطلع اللي هيطلع عندي line طبعا عشان نعمل representation لازم يكون عندي points at least لازم يكون عندي 2 points احنا هنا هنختار 3 points يبقى هنا هنختار 3 points عشان نقدر نرسم line طب ايه هموا الpoints؟ هنختار اسهل 3 points او 3 values اللي هما 0 وال1 وال2 يبقى هنرسم table هنكتب ال-x اختارنا فيها 3 values هنثبتهم معنا دايما في اي linear function ان ال-x هتبقى ب0 يئما ب1 يئما ب2 وفي كل مرة هنشوف at x ب0 ال-f of x اللي هي ال-y هتبقى equal كام اوكي طب at x equal 0 يعني ال-f of 0 هتبقى equal كام اللي هي ال-y هتبقى equal فانش عندي x plus 2 يبقى 0 plus 2 اللي هي equals 2 يبقى اول point 0 2 طب تاني point at x equal 1 يعني ال-f of 1 هتبقى equal 1 plus 2 اللي هي equal 3 تبقى تاني point 1 and 3 تالت point at x equal 2 يبقى f of 2 equal 2 plus 2 اللي هي equal 4 يبقى the second point 2 and 4 يبقى في كل مرة باختار ال-value of x باشوف ساعتها ال-y هتبقى equal كام نعمل representation بقى لل-three points اللي عندي the first point 0 and 2 يبقى 0 في ال-x وال-2 في ال-y ونكتب ونرسم circle يعني اللي هي point the second point 1 and 3 one x three y the third point two and four يبقى هنطلع two and four ونرسم ال-point ولو عملنا between three points هيطلع عندي line لازم هنا يطلع عندي line لو طلعوا three points مش كلانير او مش على نفس line يبقى اكيد في point انا كتبتها او حلتها غلط اوكي يبقى انا بتأكد ان الحل بتاعي صح ان three points موجودين على نفس line هنا بيقول لي the line intersect the y axis at the value طبعا واضح ان هو intersect the y axis at the value two سواء من الجراف اقدر اجيبها او من ايه من ان ال y هنا at x equal zero هو قابل ال y axis at x equal zero اوكي دايما ال intersection في ال y axis لما x تبقى equal zero ساعتها ال y هتبقى equal two طب هنا بقى intersect the x axis واضح من الرسمة عندي ان هو intersect the x axis في value negative two لما x equals negative two طب لو مش عندي الجراف لو المسألة مثلا complete احل لها بستيبس ازاي اعرف ازاي ان هو intersect the x axis او ايه ال value اللي انترسكت فيها x axis حل لها بستيبس هي intersect the x axis at y equal zero يبقى لازم اساوي y اللي هي function بال zero الفونكشن هي x plus two يبقى x plus two equal zero من هال x هتبقى equals negative two يبقى نقول تاني ال line intersect y axis لما x equal zero intersect x axis at y equal zero اوكي نسألة كمان represent the function f of x equals three x يبقى برضو هنرسم التابل يبقى عندي three points اللي احنا هنثبتهم دايما x ب zero x one x two كل مرة at x equal zero هنشوف ساعتها ال y اللي هي الفونكشن الفونكشن بنسميها y اوكي يبقى y equal f of x هنشوف ال y equal كام لما x بزيرو substitute f of zero هتبقى three x يعني three by x اللي هي three by zero بزيرو the second point one and three طبعا بنعمل representation zero and zero دي the origin the second point one and three بقى one x و three في ال y the third point two and six يبقى two في ال x و six في ال y then join between the three points طبعا واضح ان three points على نفس اللين لازم يطلع على نفس اللين لما مكنوش على نفس اللين على شكل مثلا او حاجة يبقى نعرف ساعتها ان احنا حلنا غلط طب دلوقتي هو بيقول لي يطرى line intersect y axis at a complete هو intersect ال y axis فين واضح اللي هو intersect ال y axis في الزيرو هو اساسا في ال origin يبقى intersect ال y axis في الزيرو وانترسيج ال x axis في الزيرو ده من الرسمة طب بستيبس بقى قلنا intersect y axis at x equal zero يبقى substitute بال value x بزيرو اللي هي عندي لما ال x بزيرو ال y بزيرو طب intersect ال x axis at y equal zero يبقى ال y امتى كانت بزيرو لما كانت ال x بزيرو او لو مش عندي ال point ديت فانا هساوي ال y اللي هي الفونكشن نفسها بال zero واشوف ساعتها ال value ال x هتطلع بك مسألة ثانية الفونكشن هنا negative two x برضو ال table فيها three points ال zero وال one وال two اول حاجة at x equal zero يبقى f of zero اللي هي ال y هتطلع بكام ب negative two x يعني negative two by zero اللي هي بزيرو طب at x equals one تبقى f of one معناها negative two multiply one اللي هي هتديني negative two at x equals two يبقى f of two هتبقى equals negative two by two يعني هتديني negative four كده بقى عندي three points هعم representation للthree points العندي the first point zero and zero يعني الارجين the second point one في x negative two في ال y the third point two and negative four join between the three points كده بقى عندي line برضو هيقول لي intersect x axis واضح ان هو intersect y axis في الارجين يعني at zero وانترسيكت x axis برضو at zero اوكي طب لو انا مش عندي رسمة اجيبها ازاي بالخطوات قلنا intersect y axis معناها لما x بزيرو يبقى حط x بزيرو واشوف ساعتها y هتطلع بكام intersect x axis يبقى هحط y هي اللي بزيرو واشوف ساعتها x هتطلع بكام اوكي هنا بقى بيقول لي represent graphically f of x equals 5 ال 5 هنا دي مش first degree دي زيرو دي جري اللي اسمها constant function اوكي برضو بتطلع على شكل line بس line هنا بيبقى parallel to x axis ليه لان هي دايما ثبتة على value 5 لما x بزيرو هتطلع 5 at x equal 1 y هتطلع 5 at x equals 2 y هتطلع 5 هتطلع دايما بايه بفايف يبقى هي دي اللي اسمها constant function برضو بتطلع على شكل line بس بيبقى parallel to x x مسائل الكمبيت بقى the linear function y equal to x minus one represent graphically by intersecting the y axis at the point اتفقنا intersect y axis يبقى at x equal zero طرح ما قال لي y يبقى x equal zero هساوي x بال zero اوكي يبقى لو حطينا x ب zero يقتر ال y هتطلع بكام y هتبقى equal to by x اللي هي two by zero minus one كلام ده هديني negative one يبقى at x equal zero y equals negative one تبقى point هي بالترتيب x الاول زين y يبقى zero negative one x and y اوكي هنا بقى بيقول نفس function لا function تانية y equal 3x plus 6 intersect the x axis at the point يبقى يبقى هي 0 x axis يبقى هساوي y 0 y equal 0 بياخد function كلها وسويها بال 0 تبقى 3 x plus 6 equal 0 اوكي وهشوف بقى value بتاعة ال x بكام هنودي ال 6 الناحية التانية بال negative تبقى 3x equals negative 6 divide ال coefficient اللي هو 3 يبقى x equals negative 6 divided by 3 اللي هي تديني negative 2 يبقى لما y equal 0 x equals negative 2 تبقى اكتب الpoint ازاي الpoint دايما x بتزبقى y يبقى negative 2 and 0 مش 0 and negative 2 يبقى x الاول ب negative 2 then 0 اللي هي y يبقى intersect the x axis at y equal 0 intersect y axis at x equals 0